تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشي إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد تقريبا كل يوم إثنين هنحتيك العادة ع السريع بالجولة مندخل بهون بفكرة بهون بفكرة بهون بفكرة نحاول نتعلم من الجولة الثانية في البرميرلي الجولة اللي شوفنا ليفاربولي بيبدأ فيها بانتصار مهم للغاية انتصار أرسل فيه رسالة للجميع أنا هالمرة جاهز للمنافسة انتصار خلاك له بيطلع يصرح بصراحة يقول والله المركز الثالث السنة الماضية كان معجزيني أنه كان عندي بدون دفاع الآن أنا معي دفاع وحتشوفوا شو بقدر أعمل أهم شيء في هذا اللقاء كان إليوت اللاعب اللي لفت الانتباه اللاعب صاحب أكثر عدد تمريرات في الثلث الأخير لليفاربول في تلك المباراة اللاعب اللي وضع ضغط كبير على المنافسين تعونه مثل ألكنتارا شامبرلين وجونز معناها بكل بساطة كلوب عنده خيارات عديدة في خط الوسط زي ما هو واضح وبنفس الوقت فيه لعب قوي الشخصية كثير الانضباط وعنده ملامح ذكاء لكن نتكلم عن مباراة وحدة واللاعبين في إنجلترا كانوا دائما يبهرون في بداياتهم لكن بعضهم كان ما يقدر يستمر خلينا شوف إليوت وين حيروح الفريق كله يبدو أفضل كليفاربول تدوير كرة حركات مسافات بين اللاعبين منطقية نسخة أخرى مختلفة عن النسخة الماضية نسخة فيها دياغو كوتا عم بواصل الحسن بواصل التهديد هذا اللاعب فيه ميزة شفناها باليورو وشفناها مع ليفاربول هذا اللاعب بيعرف وين يوقف بحيث يرفع احتمال هدفه يعني هذا اللاعب بيعرف يوقف بالمناطق الفعالة داخل منطقة الجزاء وهذا اللي بيخليه دائما خطير بيخليه دائما بيقدر يسجل من أنصاف فرص صح العرضية رائعة لكن الوقفة كانت مثالية أكثر من مرة كرر ذلك باليورو كان يجيك من مكان بتحس إنه الصعب بيكسجل منه لكن بيطلع بزاوية ووضحة التسديد والتسجيل لاعب يعرف كيف يوقف لاعب يعرف كيف يكون خطير ومن هون بنيجي نحكي عن مشكلة وحل بالنسبة لأيورغني كلوب مشكلة إنه هل بده يضحب فرمينيو لنهاية الموسم بهذا الشكل صعب جدا لأنه حيبلش يصير فيه توتر فيه علاقات بين فرمينيو وبعض اللاعبين فيه توتر ممكن يصير بغرفة تغيير الملابس هذه مشكلة والحل إنه لو أي لاعب من اللاعبين ماني فرمينيو صلاح حب يطلع حيكون عند كلوب مساحة تفاوض مساحة صبر ونقاش إنه أنا عندي خياراتي الثلاث فمش هكون كثير متوتن مش هكون كثير مرعوب إنه أنا عندي ثلاث مهاجمين ممتازين دائما هو فعليا عنده أربع الآن لو طلع واحد بيضل ثلاث إذن قلت بمثل مشكلة بتطلب حلها وإدارة غرفة تغيير الملابس بهدوء لنهاية الموسم من يونغين كلوب وإشعار الجميع بأهمية وحل إذا قرر أي لاعب يطلع أما مانشستر سيتي فالفوز طبيعي اللي مش طبيعي النتيجة الكبيرة ولازم نفهم شغلي عن فرق بيبي جوارديولا كيف بتجيب الدوري أنا مؤمن تماما إنه نصف الدوري اللي بيجيبوا جوارديولا قائم على الرعب على الخوف منه على الخوف من النتيجة الكبيرة اللي بيحققها كل ما حقق نتائج أكبر كل ما خوف خصوم أكثر كل ما اللاعبين اللي ضده بيكونوا يفكروا أو يتخيلوا إنهم عم بيخسروا وهذا الشي بيساعدوا يفوز الفوز بذهنية الرعب هذي أكيد عجوارديولا من يوم ما كان من برشلون لليوم بالدوري دائما عم بيكسب ذلك بهذا الرعب بهذه النتائج فالنتيجة مهمة للفريق معنويا عشان يبلش الموسم جميل تشوف قراليش بيسجل برفع الضغط عنه بلعب الآن بهدوء أكثر بس ببساطة هذا الفريق سجل صح بدون رأس حربة لكن هذا الفريق بيحتاج رأس حربة تقليدي كفكرة ثانية إنه تفوز مباراة بدون رأس حربة تقليدي أوكي بس تكمل بطولة وتنافس وبكرا يصيروا الخصوم يقرؤوك بدك الحل الآخر بدك الفكرة الثانية والعلم هذا الكلام بنحكي عن جوارديولا من أيام برشلونة إنه لازموا الخطة بالهجومية لازم يكون عنده مهاجم اللي بحبه هو اللي بتحرك كثير ويكون عنده مهاجم رأس حربة طبعا هاركين هو ميز أو مثالي لأجوارديولا لأنه بيطبق فكرتينه لعب الصندوق وبيبعد عن الصندوق وبلعب بره ممتاز جدا فلكن الفريق هذا عشان يكمل ما زلت مصمم رغم النتيجة الكبيرة محتاج مهاجم لأنه لما يسجل بدلة ويتقدم حتكون الأمور تمام بدون هذا مهاجم الصندوق التقليدي لكن لما يتقدموا عليه وصيرهو بدي يتعادل حيعاني كثير بدون هذا اللعب وأثناء مباراة ليتز يونايتد وإيفرتون خطرت ببالي شغلة أنا ليش بحضر مباراة ليتز يونايتد وإيفرتون بشوف منها لقطات ليش لأنه هناك في بيلسا وبلشت أشوف أنه ممكن بلش ينزل زي موسم النزول مع بلباو لأنه طبعا بيكملش لموسم إذا طارت مع الأندي الثانية فإنه بلش ينزل تلقى أهداف كثير مباراة الأولى تلقى أهدافين مباراة الثانية يبدو الفريق مش متوازن ممكن نشوف مشكلة بليدز هذا الموسم ما بعرف بس بلشت أتسأل وبنفس الوقت عم بشوف إيفرتون كان متقدم اثنين واحد قبل التعادل أقول أف لو رابا بنيتز يفوز جمهور إيفرتون حيبلش يبيع أحلام مرة ثانية ولش ما نجيب اللقب ولش ما ننافس مختصر هذه القصة العشوائية اللي مرت براسي إنه جمال الدورة الإنجليزية فعليا وربما سر قوته إنه إعلامه بيعرف يخلق قصص كثيرة من كل الأندي أنا بتابع دور الإسباني كثير والإيطالي كثير هناك التركيز دائما على التوب فور المنافسة اللي بتصير وأي مفاجأة هون أو هون أو فضيحة هون أو هون لكن فكرة إنه يبيعوا قصة لكل نادي ليدز بيلسا إيفرتون والأحلام معرفة بينيتز قبلوا أنشلوتي وكومن ودائما في قصة بيخلقوها خلف كل نادي عندهم يعني حتى الفرق الصعد الحديثي بيخلقو لهم قصص فبيخلو دوري تفاصيل دولي بنحكي فيه كثير وهذه من أهم قصص تسويق البلعبها لبريميرلين طبعا بعين عن الأضواء كان في عنا هدف رائع سجلو إينغز مع أستون فيلا اللاعب اللي نعرف أنه مهاجم ممتاز وبيقدر يسجل أهداف ممكن تفيد أستون فيلا فيه برحلة هذا الموسم لكن الثلاثي اللي ممكن يتركب بالنهاية لأستون فيلا بايلي بوينديا وأيضا إينغز مع بعضه هذا الثلاثي ممكن نحكي عن الثلاثي مع بعض كلاعبين سبع من عشرة سبع من عشرة سبع من عشرة هل بيصيروا أعلى ويصيروا كلهم تمانية وتسعة ويصيروا ثلاثي خطيل زي ما عم بتخيل أستون فيلا حاليا ولا أنه لما تحط ثلاثة سبع من عشرة معناها أنه الثلاثة حيضلوا سبع من عشرة فحيضل الفريق متوسط ما حينشوف شي خارق مع بعض فكرة لاعبين من أعالي طبقة توسط الجودة أو لاعبين يعني ناقصهم شوي بصيروا جيد جدا بتقول أنه مع بعض نجحت في أيام نجحت مع فرق وخرقت فريق خارق ما حدا الثلاثة خلينا شوف شو حتكون النتيجة هل ثلاثة مثل هذا لعبين جيدين 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 مع بعض حيكونوا لعبين ممتازين ولا حيظل جيدين بس روح على مان يونايتد اللي تعادل الفريق اللي ببعض الفترات ممكن نحكي بشوطه الثاني ضيع الفوز لما نهار ساوت ثامتون مدنيا لكن أيضا بآخر اللحظات نقدر نحكي نجي من الخسارة في حالة عشناها كلنا مع مان يونايتد منذ وصول سلشاير في فترات بيكون فيها يونايتد من أعلى الأعلى طب الطب يعني بتقول ليش ما يجيب دور أبطال أوروبا هذا الفريق هذا الفريق مفيزش مثله فريق رائع متوازن سريع خطير متنوع الأهداف بتجيك مباريات بعدين بتحس الفريق نعس نام تعب مش نفس الروح مش نفس الحياة ومش نفس القدرة على فرض الكلمة في الملعب فبتصير النتائج سلبيه تيجي مرة تفاؤل مرة تشأم هذه هي مسيرة من يونايتد مع سلشاير حتى الآن اللي بمباريات بتقول مستحيل سلشاير تنتقده بمباريات بتقول هذا شو مقعده بمن يونايتد وهذا اللي حخالق حالة الانقسام بين جماهير يونايتد أولا وجماهير البريميرك ثانيا حاول سلشاير لأنه الناس بتشوف هاي المباريات وناس بتشوف هاي المباريات وبتعلق بذهلها فيه ناس بتقول هاي الحالة من المداورة تاعت الأداء خلينا نسميها والصعود والنزول ناتجة على أنه ما فيه فلسفة ثابتة ليونايتد بيلعب فيها لو وجيت قلت لك شو اسلوب يونايتد في كورة القدم هتجي تتوقف لأنه فيه مباريات التعب هيك فيه مباريات التعب هيك ما نحكيش عن الشكل أربعة اتنين ثلاث واحد وأشكال هذي لا ما هيك عسلوب كورة القدم بيلعب فيه هتحس أنه فيه تغيير كثير فيه رقبة مستمرة في التغيير ما في الشتاء الثابت طيب فيه ناس بتقول هاد الشي فيه ناس بتقول قلة خبرة سولشاير اللي هي أنه لساته بدخل المباراة على الليل عب فيه المباراة السابقة مع ليد سمام بلع مباراة هاي ما انتبه مثلا أنه ساو ثامتون عنده أسلحة مختلفة عن ليدز لازم يستحضر لها ويتجهز لها بشكل مختلف يعني مش الفريق اللي بفوز تظلك تلعب فيه بهذا الطريقة فيه ناس بتقول هذي نتيجة قلة خبرة أو ربما قلة خيال عند سولشاير الأكيد الأكيد أنه فيه مشكلة في يونايتد اللي هي الصعود والنزول والأكيد أنه لو قدر سولشاير يخلق استقرار والثبات يونايتد حصير خطير جدا يونايتد حصير قوي جدا لأنه فيه فترات لما كان بالتوب يونايتد بتخاف منه بأوروبا وفيه فترات لما ينزل بتقول يا دوب هذا يتأهل دوري أبطال أوروبا قصة يونايتد بيئت سولشاير هل بقدر يخلق التوازن والاستقرار في الأداء وإلا أعتقد هذه آخر فجره بإله وآخر فوسم إله إذا الفريق ما نفس مش ضروري التوج ضروري نفس ونروح نختم مع المباراة الأخيرة المباراة الأهم في هذا الأسبوع ديربي لندن وقمة الأسبوع تشلسي بيهزم أرسنال تشلسي يهزم أرسنال خبر غير مفاجئ رغم أنه آخر سنتين تشلسي ما بيهزم أرسنال لكن وضع أرسنال حالة أرسنال خلت الوضع الطبيعي تشلسي يغلب أرسنال ولو فاز أرسنال على تشلسي قد نحن نشوف ردة فعل الإعلام والسوشال ميديا مختلفة تماما روميلو لوكاكو بيسجل وبوصلنا لما أبدأ بدي أحكيه في هذه الحلقة هناك شيء واحد في الدنيا كله أهم من المدرب اللي هو الأهداف ممكن المدرب يقعد يشترل يتعب يحط أفكار ويجي لعب خصم بأول خمس دقائق يسجل فيه قول بيخرب له كل اللي بناه وخطط له وتخيله في ذلك اللقاء لأنه الهدف بيهز الخصم نفسيا الهدف بيشجع الفريق اللي سجل نفسيا والهدف بيجبرك يتغامر أكثر وما تكون متحفظه وواقع في مباراة أرسنال وتشيلسي بالدقائق الأولى كانت راس لراس أرسنال بيهجم تشيلسي بيهجم لكن في كرة كثير بيسجل زيها لوكاكو بتقدم تشيلسي بهدف مقابل لاشياء والأمور بعدها صارت أسهل أرسنال دخل أحالة اللي أنا بخسر مرة تانية وتشيلسي دخلي بحالة أنا متقدم أنا معاي لوكاكو لوكاكو اللي غلبهم اللي بكل لحظة كان محسسهم أنه ممكن يسجل الهدف الثاني فالأهداف بتسهل الأمور بعد الهدف سهلت المباراة تشيلسي الأهداف بتخلي الأمور أفضل وأريح وهو عشان هيك تخيل اللي جاي بدوري أبطال أوروبا وبانا فريق قوي كان مصمم يجيب لاعب يجيب له 20-30 جول ليش؟ لأنه في المباراة اللي زي هاي انت ممكن تحط خطة رائعة بس الكرة ما تدخل لكن في لاعب بيعرف كيف يخلي الكرة تدخل فالخطة كلها بتصير أفضل ومرتاحة أكثر في أرض الملعب تخيل اشترى لوكاكو عشان يسهل الشغل على نفسه مش بس عشان بده يكون معاه مهاجم غير أبراهام يعني تخيلوا أرسنال لما كان عم بيبادل الهجمات سجل كانت الأمور هتختلف فالمهاجم اللي بيسجل بريح المدرب عشان هيك كل المدربين بفكروا كثير دائما باللاعب اللي بيجي بقوال اللاعب اللي بريحهم بالأهداف ممكن الناس تنتقدهم عشان ما بيتحركوا عشان ما بيعملوا ما بيدافع بس له الهدف هو الشيء الوحيد في كرة القدم أهم من مدرب كرة القدم نفسه بنوصل هون لنهاية حلقة دردشة إنجليزية بتبنى في التعليقات تحكو لي رأيكم بهالجولة وتتركوا رايك على الفيديو وأنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله